يعطيكم ألف عافية وأهلاً فيكم بأولى محاضراتنا لمادة السلبيولوجي هلأ أول شغلة بدي أعرفها بهاي المحاضرة شو المقصود بي السلبيولوجي عشان نعرف إحنا شو رح ندرس فأول سؤال حنسأله لحالنا واتوي مين باي السلبيولوجي شو المقصود عندي بعلم الخلية السلبيولوجي هو علم الخلية وبالتالي من اسمه هو العلم اللي بيهتم بدراسة الخلايا فإذن السلبيولوجي هو عبارة عن شوي شوي هو عبارة عن دراسة النورمل للخلايا الطبيعية طيب أنا بدرس الخلايا الطبيعية من ناحية إيش؟ من ناحية تركيب ومن ناحية وظيفة فإذن دراستي للنورمل سل الخلايا الطبيعية من ناحية تركيب ووظيفة هذا العلم نسميه علم السلبيولوجي فإذن هلأ صرت فاهمة أنه السل بيولوجي بدرس من خلاله الخلايا طب السؤال الثاني شو المقصود بالسل الخلية الخلية هي البيسيك يونيت هي الوحدة الأساسية المكونة للكائنات الحية وطبعا تعتبر أصغر وحدة وظيفية موجودة داخل الجسم بالنسبة لحجم الخلايا بلاحظ أنه حجم الخلايا بيتراوح ما بين 4 إلى 200 مايكرو ميتر فعلى حسب حجم الخلية وعلى حسب حجم الكائن الحي بلاحظ هذا التنوع وممكن تكون الكائنات إما يوني سليولر وحيدة الخلية أو ملتي سليولر متعددة الخلايا يعني على سبيل المثال البكتيريا عبارة عن خلية واحدة فقط فبحكي عنها يوني سليولر إحنا أز أهيوما إحنا عنا أكتر من خلية فإحنا ملتي سليولر فإذن أول إشي بهاي الفقرة مطلوب مني أعرفه أولا أعرف علم السل بيولوجي علم الخلية وهو دراسة النورمال سل الخلايا الطبيعية من ناحية تركيب ومن ناحية وظيفة تنين أعرف شو المقصود بالسل الخلية وهي البيسيك يونيت الوحدة الأساسية للكائنات الحية تلاتة حجم الخلايا بيتراوح بالعادة ما بين 4 إلى 200 مايكرو ميتر خمسة من ناحية عدد الخلايا تقسم الكائنات الحية إلى نوعين إما يوني سليولر وحيدة الخلية أو ملتي سليولر مثال على اليوني سليولر عندي الباكتيريا مثال على الملتي سليولر الهيومن اللي هم إحنا طيب لما بدي أدرس الخلية هل بقدر أشوفها بالعين؟ أكيد لا أنا بحاجة إلى استخدام المجهر إذن the cell cannot be seen by naked eye لا يمكن رؤية الخلايا باستخدام العين المجردة فأنا عشان أدرس الخلايا بحاجة إني أستخدم من؟ المايكروسكوب فالمايكروسكوب لما أستخدمه في دراسة الخلايا هاي رح أنسميها إيش؟ حنسميها آلية الدراسة فإذن السؤال الثاني كيف آلية دراسة الخلايا؟ بتحكي لي خلايانا ما بتنشاف بال naked eye بالعين المجردة بتنشاف من خلال المايكروسكوب هلأ في عندي علم تاني اللي هو علم الهيستولوجي علم الأنسجة خليني أحكي لك شغلة صغيرة أنت بتعرف أنه جسمنا بيبلش عندي بسل خلية مجموعة خلايا شو بيعطونا؟ تيشو نسيج مجموعة أنسجة شو بيعطونا؟ أورغان عضو مجموعة أعضاء بيعطونا سيستم جهاز ومجموعة أجهزة بيعطونا الأورغانيزم اللي هو الكائن الحي هاي مستويات تنظيم جسمنا كمان مرة منبلش بخلية مجموعة خلايا بيعطونا نسيج مجموعة أنسجة بيعطونا عضو مجموعة أعضاء بيعطونا جهاز مجموعة أجهزة بيعطونا الكائن الحي هلأ لما أجي أدرس الأنسجة تحت المايكروسكوب هذا العلم منسميه علم الهيستولوجي إذن شو المقصود بعلم الهيستولوجي؟ هو علم الأنسجة هو عبارة عن دراسة التيشوز الأنسجة تحت المايكروسكوب زائد أنا رح أدرس بهاي التيشو كيف رح تتكون وكيف بالأخير هاي التيشو رح تعطينا شو؟ رح تعطينا الأورغان فإذن كمان مرة من هاي الفقرة بدي أكون عارف مستويات تنظيم الكائن الحي ببلش عندي بخلية مجموعة خلايا بعطوني نسيج مجموعة أنسجة بعطوني عضو مجموعة أعضاء بعطوني جهاز ومجموعة أجهزة بيعطوني كائن السؤال الثاني علم دراسة الأنسجة إيش منسميه؟ يسمى بيه الهيستولوجي فالهيستولوجي هو عبارة عن دراسة التيشوز تحت المايكروسكوب طيب هلأ شو عندي طرق ممكن من خلالها أدرس الخلايا؟ يعني هلأ حنبلش بالمثود أو الطرق المستخدمة في علم السيل بايولوجي يعني لدراسة الخلايا شو الطرق اللي ممكن أنا أستخدمها؟ أول طريقة عندي السيل كالتشر شو يعني سيل كالتشر؟ يعني ببساطة بروح بيعمل عملية آيزوليشن للخلايا بعزل هاي الخلايا وبدرسها تحت ظروف معينة بس طبعا أنا لازم أحافظ على هاي الخلايا الضلها طبيعية فهاي منسميها سيل كالتشر إذن السيل كالتشرينج هي عبارة عن عملية آيزولياتينج عملية عزل للخلايا ليه؟ عشان أدرس هاي الخلايا تحت كونديشن معينة يعني بمعنى آخر بدي أحافظ على هاي الخلايا تضلها بحالة الهوميوستيسيز تضل هاي الخلايا متزنة وأدرسها وهي متزنة إذن السيل كالتشر هي عبارة عن دراسة الخلايا بس الشرطة الأساسي إنها تكون تحت الكنترول كونديشن يعني تكون بالهوميوستيسيز بحالة الاتزان تاني طريقة لدراسة السيل بيولوجي اللي هو سيل فراكشنيشن معناها تجزئة الخلية شو المقصود بتجزئة الخلية؟ معناها عملية بريك دي سيل ليه؟ عشان نروح نعمل عزل لمكوناتها يعني على سبيل المثال بدي أفصل المايتو كونديريا عن البلاستيدات عن النواة عن باقي الأجزاء شو بعمل؟ بعمل عملية السيل فراكشنيشن إذن السيل فراكشنيشن هي عبارة عن عملية بريكينج ذا سيل تحطيم الخلية لإيش؟ للكمبوننت لمكوناتها طب كيف ممكن أحطم الخلايا إلى مكوناتها؟ عن طريق عملية من سميها سنترفيوغيشن هي عملية الطرد المركزي إذن تاني تكنيك هي سيل فراكشنيشن تجزئة الخلايا هدف هاي التكنيك إنها تعمل عملية بريك داون تكسير الخلية إلى مكوناتها عن طريق السنترفيوغيشن شيعني سنترفيوغيشن؟ طرد المركزي وهي طريقة لفصل المكونات تالت طريقة باستخدمها في السيل بايولوجي هي الكروماتوغرافي الكروماتوغرافي وهي ببساطة فصل المكونات عن بعضها البعض بناء على خصائصها الفيزيائية والكيميائية يعني على سبيل المثال ممكن أفصل بروتينات أفصل بلازما بروتين أي إشي جاي عبالك تفصل هاي المكونات عن بعضها البعض بناء على خصائصها الفيزيائية والكيميائية باستخدم طريقة اسمها الكروماتوغرافي فإذن إيش علم الكروماتوغرافي أو طريقة الكروماتوغرافي هي عبارة عن عملية سيباريشن فصل لا الموليكيولز دا الجزيئات يلي بتكون موجودة أصلا في خليط يعني بالأصل بيكون عنا مكستر خليط وهذا الخليط فيه مجموعة من المكونات رح أبلش أعمل لهاي المكونات عملية سيباريشن فصل طب بناء على إيش بعمل عملية الفصل بناء على عاملين بناء على العوامل الفيزيائية وبناء على العوامل الكيميائية خلينا نشوف هاي الطريقة هلأ بالعادة بالكروماتوغرافي أنا لازم يكون عندي شغلتين لازم يكون عندي زي بيبر مثلا هاي الورقة هاي البيبر اللي حتمشي عليها المادة اللي بدي أفصلها بسموها الستيشنري فيز الستيشنري فيز اللي هي الإشي اللي بيكون ثابت زي مثلا بيبر هون استخدمنا والإشي اللي متحرك واللي بدي أفصل مكوناته بسموه إيش؟ بسموه موبايل فيز يعني بطريقة الكروماتوغرافي عنا الفيز الأولى أو الشغل الأولى منسميها هاي البيبر ورقة ثابتة بحط عليها العينة هون اللي بدي أفصلها بتبلش العينة تمشي على طول هاي البيبر وبتنفصل بما إنها بتمشي هاي منسميها الموبايل فيز إذن بطريقة الكروماتوغرافي في عندي تو فيز يمكن استخدامها الأولى هي موبايل فيز وهو الإشي المتحرك واللي بدي أفصل مكوناته وبالعادة بيكون تركيبه غاز أو ليكويد الجزء الثاني هو الستيشنري فيز وهو الجزء السولد الثابت وهذا الجزء بالعادة بيكون عندي بيبر بتبلش عندي المكونات تنفصل عن بعض هالبعض على سرعة مختلفة طبعا بنتبه إنه كل مكون بنفصل عندي على سرعة مختلفة عن التاني فإذن نلخص الكروماتوغرافي سريعا هي عبارة عن طريقة بعمل فيها سيباريتنج أو فصل لا المكونات اللي موجودة داخل مكستشور أو داخل خليط بناء على العوامل الفيزيائية والكيميائية أثناء الكروماتوغرافي أنا بحاجة إلى بحاجة إلى موبايل وستيشنري فيز بالنسبة للموبايل فيز هو الإشي اللي أنا بدي أفصله بالغالب بيكون متحرك يا إما الكود يا إما جل تنين الستيشنري فيز هو الإشي الثابت بالعادة بيكون بيبر بحط عليه العينة على هاي الورقة وبتصير تنفصل عندي هاي المكونات عن بعضها البعض رابع طريقة بقدر أستخدمها في علم السل بايولوجي اللي هي الإلكترو فوريسز الإلكترو فوريسز هي الفصل الهلامي الكهربائي شو بعمل بهاي الطريقة ببساطة أول إشي بعمله بروح بجيب جل هذا الجل فيه هيكا زي ويلز فتحات هلأ ببلش أحط عينتي بهاي الفتحات فعينتي رح تنحط هون وهذا الجل كامل بيكون محطوط عندي داخل داخل محلول وهذا المحلول رح يوصل الكهرباء بتبلش المواد اللي موجودة داخل هاي العينة تنتقل عبر الجل بحيث إنه المواد اللي بتكون حجمها صغير بتنتقل عبر الجل بصورة سريعة بين المواد اللي حجمها لورج بتنتقل عبر الجل بطريقة بطيئة فأنا هون بكون فصلة هاي المكونات بناء على الشارج السايسوري هلأ فيه طريقة تانية إني أفصلها حسب السايز مثل الحارج مثلا هون عندي شحنة سالبة فالإش السالب بصير يتنافر ويبعد لبعيد بينما الموجب بيظل موجود هون هاي الطريقة إيش منسميها منسميها الإلكتروفوريسيز وهي عبارة عن عملية سباريشن فصل للجزيئات المشحونة باستخدام إلكتريكال فيلد انتبه إنه أنا استخدمت عندي حق الكهربائي أثناء هاي التجربة بافصل بناء على إيش؟ بناء على الحجم وبناء على الشحنة هلأ كمان طرق بقدر أستخدمها في السيل بايولوجي اسمها الجيني تيكنولوجي اللي هو التعديل الجيني كيف؟ ببساطة أنا بقدر من خلال الجيني تيكنولوجي أدرس الجينات أعزل الجينات أعرف تسلسل هاي الجينات أنسخ هاي الجينات وأعمل منها كلون نسخ مثلا فهاي تكنيك منسميها الجيني تيكنولوجي إذن إيش الهدف من الجيني تيكنولوجي؟ بتساعدنا في دراسة الجين استركتشر تركيب الجين زائد دراسة الجين فونكشن تركيب هذا الجين طيب كيف ممكن أطبق؟ ممكن بهذا العلم أعمل واحد isolating للجين أعزل الجينات تنين determine unknown DNA sequence أعرف تسلسل الـ DNA sequence معناها تسلسل يعني أعرف أنه هذا الـ DNA مثلا عليه A, G, C, T هذا تسلسله تلاتة بقدر أعمل copying استنساخ للجينات والـ DNA وعملية الاستنساخ هاي شو منسميها؟ منسميها cloning cloning معناها استنساخ آخر طريقة عندي لدراسة مكونات السل أو لدراسة السل بيولوجي هي تكنيك اسمها small animal imaging اللي هي الـ SAI بهاي الطريقة أنا بروح بدرس فيها الموليكولر تكنيك من خلال إيش؟ من خلال خلينا نحكي imaging أو تقنيات تصوير معينة آآ، فمن خلال هاي التكنيك أنا بقدر أدرس العمليات البيولوجية يلي بتصير عندي فيه living animal فلازم نعرف إنه بالـ small animal imaging أنا بعمل examination للـ biological process أنا بدرس أو بعمل دراسة للعمليات البيولوجية يلي بتصير داخل هذا الأورغانيزم طبعاً كتير مهمة هاي إذا الواحد مثلاً عنده عملية أو عنده شغلة لازم أروح أعمله هاي الصورة مثلاً قبل ما أبلش أشتغل فمثال عليها في عندي الـ PET scan وفي عندي مثال عليها الـ MRI والـ CT scan هاي كلها عبارة عن طرق لحتى أعمل عندي imaging أو تصوير للعمليات الحية يلي بتصير عندي في هذا الأورغانيزم لحد الآن شو خلصنا؟ خلصنا أنا وإياكم تعريف علم الخلية بعدين عرفنا الخلية عرفنا حجم الخلية وقسمنا الكائنات إلى كائنات وحيدة الخلايا أو عديدة الخلايا بعدين عرفنا أنا وإياكم علم الـ Histology علم الأنسجة وهو عبارة عن دراسة الأنسجة باستخدام المايكروسكوب بعدين تعرفنا على الطرق الأساسية يلي من خلالها أنا بقدر أدرس علم السلبيولوجي هلأ رح نبلش أنا وإياكم بمكونات الجسم من ناحية التركيب يعني هلأ حنبلش ندخل بتفاصيل السل أكتر هلأ الجسم عبارة عن جزئين مكون عندي من خلايا زائد Extra Cellular Matrix يعني مادة خارج خلوية فالجسم فعليا عبارة عن جزئين الجزء الأول عبارة عن خلايا والجزء الثاني عبارة عن مادة خارج خلوية يعني لو بدي أرسم الرسمة هاي عبارة عن سل واللي موجود بالخارج هاي منسميها ECM مادة خارج خلوية نبدأ أول إشي بالخلايا عرفنا قبل هيك الخلايا بأنها عبارة عن الوحدة الأساسية للكائنات الحية هلأ من ناحية التركيب بتنقسم عندي الخلايا إلى نوعين النوع الأول منسميها البروكاريوتكسل اللي هي خلايا بداية النواة والنوع الثاني منسميها اليوكاريوتكسل اللي هي خلايا حقيقية النواة شو الفرق بيناتهم؟ الخلايا بداية النواة دائما ما بيكون عندها نيوكلياس لكن نيوكلياس تفتقر إلى وجود النواة تنين بشوف الجنتك ماتيريال اللي هو دي أن اي سكاترد يعني لو رسمت الخلية بلاقي دي أن اي موجود في منطقة مو محاطة بغشاء منطقة هيك مبعثرة هاي المنطقة شو منسميها؟ منسميها نيوكليود آخر إشي عن البروكاريوتكسل بإنه ما عندها أورغانلز لا تمتلك عضيات الأورغانلز اللي هم جولجي شبكة اندوبلازمية وغيرها إذن لحد هلأ بدي أعرف عن الخلايا البدائية ثلاث معلومات المعلومة الأولى إنها لاك نيوكلياس ما عندها نواة مكان وجود الجينتك ماتيريال المادة الوراثية في منطقة اسمها لنيوكليود وهي منطقة مش مسكرة مش محاطة بغشاء منطقة مفتوحة ثلاثة لا تمتلك الخلايا البدائية أورغانلز ما عندها عضيات عكس هذا الكلام مباشرة لمين لليوكاريوتكسل اللي هي الخلايا حقيقية النواة الخلايا الحقيقية أول إشي تمتلك نيوكلياس عندها نواة زائدة عندها أورغانلز عضيات يعني لو بدي أرسم رسمة الخلايا الحقيقية بشوف إنه هاي خلية وفي جواتها دي أن اي وهذا الدي أن اي محاط عندي فهاي عبارة عن النيوكلياس اللي هي النواة هلأ بغض النظر عن أنواع الخلايا حقيقية ولا بدائية يعني هون عندي يوكاريوتكسل خلايا حقيقية النواة وعندي لبروكاريوتكسل خلايا بدائية النواة هلأ بغض النظر عن الخلية سواء حقيقية ولا بدائية في عندي أجزاء كومون مشتركة بين كل أنواع الخلايا فهدول الأجزاء ممكن بالامتحان يحكي لك which of the following found in all cells يعني إشي مشترك بين كل أنواع الخلايا كل أنواع الخلايا سواء حقيقية أو سواء بدائية لازم يكون عندها سل ممبرين أو من سميه بلازما ممبرين اللي هو الغشاء الخلوي تنين الخلية لازم يكون عندها سايتو بلازم وهو السائل اللي موجود داخل الخلايا تلاتة جينتك ماتيريال اللي هو الدي أن اي أربعة الرايبوسومات وهي عبارة عن مركبات مسؤولة عن تصنيع البروتين فهدول الأربع أجزاء الأساسية تعتبر أجزاء مشتركة بين كل أنواع الخلايا سواء كانت خلايا حقيقية أو بدائية النوع كل الخلايا عندها سل ممبرين غشاء بلازمي سايتو بلازم المادة السائلة اللي جوه الخلايا جينتك ماتيريال المادة وراثية وآخر إشي الرايبوسومات المسؤولة عن عملية تصنيع من؟ عن عملية تصنيع البروتينات خلينا نشوف هاي الرسمة هاي عبارة عن بروكاريوتك سل الخلية بدائية أول إشي بدياك تنتبه إنه ما عندها نواة فما كان وجود الدي أن اي موجود في منطقة شو اسمها؟ منطقة اسمها النيوكليود إذن الدي أن اي عند الخلايا البروكاريوتك الخلايا البدائية موجود في منطقة اسمها منطقة النيوكليود هلأ بالنسبة للدي أن اي لإلها فبكون الدي أن اي بالغالب سيركولر وبيسموه ايش جينوفور إذن بالعادة الدي أن اي لإلها بيكون سيركولر حلقي وشو منسميه؟ منسميه جينوفور فشوف شو بحكي لك بهاي النوت بحكي لك الدي أن اي عند الخلايا البدائية بيكون سيركولر حلقي ومنسميه جينوفور وهذا الجينوفور موجود عندي في منطقة سميناها منطقة النيوكليود مو نيوكليس انتبه مش نواة نيوكليود منطقة مفتوحة مش محاطة بأي غشاء هلأ السؤال الثاني اللي بدي أسأله لحالي كيف بتنقسم البرو كاريوتكسل أنا هلأ كل اللي عم بدرسه عن البرو عن الخلايا البدائية عرفنا أول إشي إنه هي ما عندها نواة ما عندها عضيات الدي أن اي موجود في منطقة اسمها منطقة النيوكليود السؤال الثاني كيف بتنقسم تنقسم بفعل الانشطار الثنائي يعني هاي عبارة عن الخلية الأصلية الخلية الأصلية دائماً منسميها الـ أول خطوة بتعملها الخلية الأصلية إنها بتضاعف الكروموزوم إلها يعني أول خطوة بدي أروح أعمل للكروموزوم يعني أنا بصير عندي نسختين من هذا الكروموزوم بعدين بشوف إنه الخلية عم تعمل وبتبلش الخلية تضيق من هون عشان تنفصل بالأخير وتعطينا خليتين فإذا بالانشطار الثنائي ببلش بخلية وبنهي عندي بكم بخليتين وشرط أعرف إنه هدول الخليتين بيكونوا identical مطابقين للـ للخلية الأم ما هم أصلاً نسخة عنها فأكيد طبيعي يكونوا مطابقين لإلها فهدول الخليتين رح نسميهم الـ الخلايا الناتجة ولازم أعرف بإنها identical شعني identical يعني مطابقة عندي لـ الخلية الأم بينما بهذا الشكل عم بشوف تركيب اليوكاريوتكسل اللي هي الخلايا حقيقية النواة واضح جداً معك إنه الـ DNA لإلها موجود في منطقة مسكرة هاي المنطقة منسميها النواة في عندي جوة أورغانيلز العضيات بكل أنواعهم في على سبيل المثال شبكة اندوبلازمية جول جي مايتوكندرية وغيرهم خلينا هلأ ننهي المحاضرة بتقسيم أو مقارنة ما بين الـ وليوكاريوتكسل نبدأ أول إشي بـ اللي هي الخلايا البداية النواة لما أحكي بداية النواة يعني بفور نيوكليس ما قبل النواة بالنسبة لعمرها ومتى ظهرت عندي على سطح الأرض ظهرت قبل ما يقارب ثلاثة ونص بليون يير أغو يعني بمعنى آخر هي أقدم نوع من أنواع الخلايا اللي ظهرت على سطح الأرض بالنسبة لحجمها بالعادة بيكون صغير بتراوح ما بين واحد إلى عشرة مايكرو ميتر بالنسبة لطبيعتها هل بتكون وحيدة الخلايا ولا عديدة الخلايا بالغالب بتكون يوني سليولر وحيدة الخلايا هل بتمتلك أورغانيلس لا تمتلك عضيات حكينا وين ما كان وجود المادة الوراثية في النيوكليوت شكل الدي أن اي عندها بيكون سيركيولر حلقي وبالنسبة لعدد الدي أن اي بالعادة بيكون كروموسوم واحد فقط بالنسبة لطريقة تكاثرها فهي طريقة اي سكشول تتكاثر بطريقة لا جنسية وبالنسبة لحاجتها للأكسوجين فهي لا هوائية فبالتالي ما بتحتاج عندي لا أكسوجين عكس هذا الكلام تماما لمين لليوكاريوتكسل اللي هي خلايا حقيقية النواة الخلايا حقيقية النواة بيحكولها ما بعد النواة عمرها واحد ونص يعني تعتبر أجدد من الخلايا البدائية الخلايا البدائية عمرها 3.5 الخلايا الحقيقية عمرها 1.5 بالنسبة لحجمها بالعادة بيكون كبير بتراوح ما بين 100 إلى 1000 مايكرو هل تعتبر وحيدة الخلايا ولا عديدة الخلايا أكيد ملتي سليولر عديدة الخلايا هل في عندها عضيات نعم هل في عندها نواة نعم شكل الدي أن اي عندها أبدا مو حلقي وبالعادة بيكون عندنا أكتر من كروموسوم يعني خد مثال الإنسان عنده 46 كروموسوم بالنسبة لطريقة التكاثر بتكون جنسية وبالنسبة لحاجتها للأكسوجين فهي أيروبك يعني بحاجة إلى الأكسوجين فهاي عبارة عن مقارنات ما بين البرو أند يو كاريوت إكسل هلأ حكينا دائما مستويات الكائن الحي أو مستويات تنظيمه منبلش عندي بخلية مجموعة خلايا بيعطونا تيشو نسيج مجموعة أنسجة بيعطونا أورغان عضو مجموعة أعضاء بيعطونا سيستم وآخر إشي مجموعة سيستم بيعطونا الأورغانيزم اللي هو الكائن الحي فاللي كتبتلك إياه أنا هو عبارة عن مستويات تنظيم الكائن الحي ببلش بخلية مجموعة خلايا بيعطونا نسيج مجموعة أنسجة بيعطونا عضو مجموعة أعضاء بيعطونا سيستم جهاز ومجموعة أجهزة بيعطونا الكائن الحي كاملا هلأ بهذا الشكل عم بيوضح لك أنواع مختلفة من الخلايا داخل الجسم مثلا عم بيفرجيك خلايا بلود دم سكن جلد بون عظام إبيثيليا الطلائية نيورون عصبية موسلز خلايا عضلية فالفكرة أنه أنا في عندي كتير أنواع من الخلايا داخل الجسم لكن لما تتجمع هاي الخلايا مع بعضها البعض رح تعطينا تيشو لكن جسمنا فعليا بيحتوي على أربع أنواع من الأنسجة فهلأ بدي أدرس أنا وياك دراسة أنواع التيشوز حكينا العلم يلي بدرس الأنسجة سمينا الهيستولوجي هلأ أنواع الأنسجة التيشوز اللي موجودين داخل الجسم أول نسيج عندي اسمه الإبيثيليوم اللي هو النسيج الطلائي والنسيج الطلائي بالعادة بتكون وظيفته أنه بيغطي الأسطح الداخلية والخارجية للجسم تنين كونكتف تيشو اللي هو النسيج الضام والنسيج الضام بالعادة بيربط أجزاء الجسم مع بعضها البعض تلاتة المسل تيشو النسيج العضلي وبتكون وظيفته الموفمنت الحركة وبتكون وظيفته نقل السيالات العصبية داخل الجسم هلأ حكيت أنا وياك أنه الجسم بنقسم عندي إلى قسمين القسم الأول سميناها السيلز ودرسناهم والقسم الثاني هي المادة اللي بتكون خارج خلوية فإن شاء الله محاضرتنا القادمة هندخل فيها على الاكسترا سليولر ميتريكس أو المادة الخارج خلوية اللي بتكون موجودة إلى خارج الخلايا يعطيكم ألف عافية ونكمل بفيديو جديد اللهم